السلام عليكم جولة سريعة لأهم أخبار ألمانيا نبدأها بالخبر الأول بدأ اليوم بالعديد من المطارات في ألمانيا إضراب عن العمل لموظفي شركة لوفتنزا هذا الإضراب سوف يكون له تداعيات على الرحلات الجوية خصوصا التي يمكن أن تلغى أو يحصل فيها تأخير أو يتم تأجيلها وهناك أيضا رحلات يمكن أن لا تتأثر المطارات المعنية بهذا الإضراب خصوصا هذا اليوم هي مطارات فرانكفورت، مونشن، هامبورغ، بيرلين، دوسلدورف، كولنبون وشتوتغارد هذا الإضراب أعلنت عنه النقابة العمالية فيردي التي تطالب برفع المرتبات لموظفي وعمال المطارات لذلك إذا عندكم هذا اليوم رحلة جوية من الأفضل التواصل مع شركة الطيران الخاصة بكم والتأكد بأن الرحلة الجوية سوف تتم هذا اليوم بشكل عادي بعض المدن في ولاية بادن فيوتنبرغ سوف تعرف اليوم أيضا إضرابا عن العمل بالمواصلات العامة حيث لن تعمل فيها الحافلات شتخاصنبان أو حتى أوبان حيث أعلنت النقابة العمالية فيردي عن إضراب عن العمل ببعض المدن في ولاية بادن فيوتنبرغ هذا اليوم التلتاء سوف يكون إضراب عن العمل للمواصلات العامة بمدينة كالسغوة ومدينة بادن بادن ويوم الأربعاء إضراب عن العمل للمواصلات العامة في شتوتغارد وإسلينجن لذلك سكان مدينة شتوتغارد انتبهوا يوم الأربعاء إضراب عن العمل بالمواصلة العامة سوف تتوقف فيها تقريبا ويحصل تأخير كبير بالحافلات شتخاصنبان وأوبان ترغب الحكومة الألمانية هذا اليوم مناقشة مشروع قانون جديد يعاقب البرلمانيين الألمان الذين يستغلون مركزهم ويقومون بعمليات فساد أو أخذ الرشوة ويمكن أن تصل العقوبة السجنية إلى ثلاثة سنوات وغرامة مالية كبيرة حيث يمنع أيضا على البرلمانيين استغلال مركزهم وإلقاء كلمة مثلا بالبرلمان للدعاية لشركة معينة أو لشخص معين جاء هذا القانون بعد فضيحة أحد السياسيين من حزب CSU الذي عمل دعاية لشركة معينة في زمن كورونا وحصلت سفقة لشراء كمامات من شركة معينة وكان هو يحصل هناك على امتيازات وعلى رشوة ولم يكن هناك سند قانوني يعاقب مثل هؤلاء البرلمانيين لذلك الآن عملوا هذا القانون وأهمية هذا القانون هو إعادة التقى بالديمقراطية وبعمل البرلمان في ألمانيا تعاني مدينة لينبورغ بولاية هسن من زيادة كبيرة بالحمام بشوارع المدينة حيث حسب إحصاء لعملته المدينة السنة السابقة يعتقد وجود 272 حمامة لكن هناك إحصائيات تقول أن عدد الحمام بكامل محيط مدينة لينبورغ بولاية هسن يصل بين 700 إلى 1000 حمامة هذا الأمر عجل باجتماع مجلس البلدية للمدينة الذي أقر بنقص في أعداد الحمام عبر إعدام جزء منهم بسبب التكاتر لكن هذا الخبر جعل عدد كبير من مواطني من سكان مدينة لينبورغ يتظاهرون ويطالبون بحق الحمام في العيش وجمعوا توقيعات والآن تم إقرار إجراء استفتاء لسكان مدينة لينبورغ حول مصير الحمام بالمدينة إما هل يتركوا الحمام يعيش بهذا العدد ويتكاتر أم أنهم يقومون بقتل جزء من الحمام كي لا يتكاتر بشكل كبير الاستفتاء سوف يجرى يوم التاسع من شهر يوني الشهر السادس بمدينة لينبورغ مدن أخرى أيضا بولاية هسن تعاني من نفس الأمر مثلا مدينة جيسن أو مدينة كاسل أو مدينة فرانكفورت واستطاعت السيطرة على أعداد الحمام عن طريق تغيير البيضة يعني عندما تبيض الحمام يقومون بأخذ تلك البيضة وتغييرها إلى بيضة مصنوعة من الجبس وهكذا لا تحس الحمام بأنهم قد أخذوا البيضة منها ونقص يعني تكاتر الحمام هناك في تلك المدن هناك مدن أخرى مثلا مثل مدينة دوسلدورف تم فيها أيضا تعقيم الطيور الدكور من الحمام وأشارت النتائج الأولية أنه فعلا قل عدد الحمام بمدينة دوسلدورف حصلت حادثة سير خطيرة للغاية بأوتوبان الطريق السريع A9 بالقرب من مدينة نيرنبرغ في ولاية بايرن وأدت الحادثة إلى تصادم بين سيارة وبين شاحنة على شكل كارافان أدى هذا التصادم إلى مقتل وموت طفل عمره 9 سنوات متأثرا بجروحه وأب الطفل جروحا خطيرة عمره 37 سنة ويعالج بالمستشفى ولا تعرف أسباب هذه الحادثة الخطيرة تخيلوا أصدقائي بأن جيرانكم يقومون بطربية الدجاج وكل صباح لا تحتاجون إلى منبه بل الدجاج يساعدكم على الاستيقاظ هذا بالفعل ما حصل في مدينة كيمبن مدينة صغيرة بالقرب من مدينة كخيفلد بولاية شمال الرين فيستفالن طفلة كانت دائما تتمنى وتطلب من أبوها وأمها أن يجلبوا لها كلبا أو قطة لكن الأب والأم جلبوا لها هدية قبل ثلاثة سنوات ديكا ودجاجتين أطلقت عليهم اسم تخيكسي إيمة وسوزي بعد ثلاثة سنوات وبعد أن نضجت ديك ونضجت الدجاجات وأصبح الوضع لا يطاق بالنسبة للجيران خصوصا صياح الديك صباحا والدجاجات عند وضع البيض الجيران لم يعودوا يطيقوا الأمر وأصبح إزعاج كبير ما جعلهم يكتبون رسالة شكوى بشكل مجهول إلى البلدية بلدية مدينة كيمبن كتبت أيضا الآن رسالة وطلبا رسميا إلى عائلة الطفلة تقول لهم فيها طربية الدجاج في حديقة البيت بحي سكني غير مسموح بهذا الأمر ويجب عليهم الآن أخذ تلك الدجاجتين وديك إلى مكان آخر لتربية الحيوانات إلى آخره العائلة مصدومة من القرار لأنهم أيضا غاضبين وقالوا لماذا ولا واحد من الجيران تواصل معهم وأخبرهم بالأمر وأيضا هم متمسكين بالدجاج والآن قرروا أيضا التصعيد وأخذ محامي ورفض طلب البلدية أخيرا بعد سنوات من الانتظار حكم في قضية رجل عامل بشكل غير قانوني في مجال الجراحة التجميلية للنساء الرجل عمره 54 سنة كان يعمل لدى جمعية الصليب الأحمر وحاول دراسة الطب لكن توقف عن الدراسة لأسباب مادية جاءته مرة فكرة فكرة عمل عمليات تجميلية خصوصا بالمناطق الحساسة عند المرأة ومر عمل عملية لصديقته السابقة التي انبهرت من عملية التجميل عملها عملية بمنطقة حساسة يعني بالعضو التناسلي للمرأة ما جعلها تخبر أيضا صديقاتها وهكذا زاد عدد النساء اللواتي اتصلنا به كي يعمل لهن عمليات تجميلية من هذا النوع وكان يحصل على كل عملية خمسين إلى مئة وخمسين يورو اعترف لأشرطة وللمحكمة وقال لهم أنه لم يقوم بهذه العمليات التجريبية سوى لأن النساء من كان يعني من كنا يقومون بالإلحاح عليه وأن جميع النساء كنا يعلمنا بأنه ليس بطبيب وليس بطبيب جراح ولم يهمهم الأمر وكانوا يقولون له رغم ذلك اعمل لنا هذه العملية التجميلية توصلت الشرطة إليه وتم إيقافه عندما قام في أحد الأيام بعمل إعلان لنفسه بمواقع التواصل الاجتماعي ونشر صورا للنساء وأظهر قبل العملية التجميلية وبعد العملية التجميلية إلى آخره وهكذا توصلت الشرطة إليه وتم إيقافه بعد أن تم إيقافه عبر عن ندمه وقام بعمل أم شولونغ كسائق شاحنة والآن بدأ يعمل كسائق للشاحنة وأكد للمحكمة بأنه لن يعود إلى هذا المجال وأنه ندم عليه بشكل كبير لذلك حكموا عليه الآن بغرامة مالية تقدر بألفين يورو فقط وتم غلق الملف ويجب عليه أن يتبرع بالألفين يورو لجمعية نسائية رغم قيام مجموعة من المدن الألمانية بفرض بطاقة الدفع لطالبي اللجوء على سبيل المثال مدينة همبورغ التي الآن بدأت تعطي هذه البطاقة لطالبي اللجوء الجدد الذين ليس عندهم حساب بنكي ويسكنون بالهايمات لم يعودوا يحصلون على مساعدة اللجوء نقدا هكذا بالمال إنما يحصلون على بطاقة للتعبئة كي لا يقوموا بإرسال المال إلى أوطانهم الآن مدينة ديسبورغ التي توجد بولاية شمال الرين فيستفالن ترفض رفضا تاما يعني إعطاء هذه البطاقة لطالبي اللجوء الجدد بالمدينة فبعد اجتماع لمجلس مدينة ديسبورغ تم رفض توزيع البطاقة على طالبي اللجوء داخل المدينة كما كتبوا مدكرة أرسلوها إلى حكومة ولاية شمال الرين فيستفالن يطالبون فيها بعدم فرض وإجبارية البطاقة على كل مدن ولاية شمال الرين فيستفالن وما زال لا يعرف كيف سوف يقرر رئيس ولاية شمال الرين فيستفالن هندغيك فيست حول بطاقة الدفع الجديدة المخصصة لطالبي اللجوء سبق لرئيس وزراء ولاية شمال الرين فيستفالن هندغيك فيست أن أعرب وطلب من مدن ولاية شمال الرين فيستفالن توزيعها على طالبي اللجوء الجدد الذين يحصلون على المساعدة المالية نقدا بهذه الطريقة يرغبون بأن طالبي اللجوء لا يقومون بإرسال المساعدة إلى أهاليهم ويرغبون بأن تصبح ألمانيا دولة ليست جدابة لطالبي اللجوء على مستوى ألمانيا ما زال الخلاف كبير خصوصا أن حزب الخضر لم يوافق بعد على هذه البطاقة بشكل كامل ويطالب حزب الخضر قبل الموافقة على البطاقة بأن يسمح لطالبي اللجوء بشكل أبسط وأسهل زيارة الطبيب دون تعقيدات قامت الشرطة الألمانية هذا اليوم بمداهمة بأحد أحياء السكنية لمدينة جيلزن كيرشن في ولاية شمال الرين فيستفالن بعد قيام رجل عمره 58 سنة بطلب وشراء مواد كيموية خطيرة عبر الإنترنت وتوجهت الشرطة إلى البيت وتم إيقافه وتعيش معه زوجته عمرها 59 سنة ووضعت الشرطة عندما دخلت عنده إلى الشقة وضعت أقنعة للحماية من أي تسرب كيموي خطير وقالوا بأن المواد الكيموية الخطيرة التي اشتراها يمكن أن تصنع بها مثلا قنبلة أو يمكن أيضا أن يقوم بصناعة بعض المخدرات الخطيرة يمكن أيضا أن يقوم بصناعتها وتم أيضا غلق الشارع الذي يعيش فيه وعدم السماح للناس بمغادرته أو الدخول إليه للتأكد من عدم تصرب تلك المواد الكيموية الخطيرة بالحي وبالشارع ولم يتم ذكر جنسيته كانت هذه جولة لأهم أخبار ألمانيا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانشروا الفيديو كي يصلكم دائما الجديد أتمنى لكم يوما جميلا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء